موسيقى زي حضراتكم عاملين ايه كله تمام بقى الاخ المزيع بتاع البرنامج ده في المقدمة قال لك انه احنا عندنا قوة حيوية شديدة النشاط سياسيا او الحيوية السياسية بتاعتنا مزهلة من 2014 حتى هذه اللحظة صح؟ لكن قلت لك تبدت هذه القوة السياسية المصرية في الجولة الاخيرة من جولات الصراع العربي الصهيوني مش بتكلم انها الاخيرة تاريخيا يعني على يوم الدين اتمنى انها تبقى دي الجولة الاخيرة يعني لكن حتى هذه اللحظة تبدت القوة المصرية في هذه الجولة اللي هي اللي بدأت مع عملية نفان الاقصى في 7 اكتوبا وحتى هذه اللحظة انا واحد من الناس ما كنتش اتصور ان احنا عندنا كل هذه القوة السياسية حقيقي يعني طيب ده معناه انه مصر بهذه القوة هي ليست في الملف الفلسطيني فقط وحسب وانما مصر لديها نجاحات سياسية وديبلوماسية على مواندر 23 تستحق مننا كلنا في التوقيت ده بالذات ان احنا نطلع عليها وننظر اليها ونركز جدا خليني هنا ارحب وبشدة بدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة منورنا دكتور شكرا يفنم شكرا يسبيرو بني اكرمك يفنم بني اكرم حضرتك الحيوية السياسية المصرية اتساع الدوائر الحيوية المصرية كان عندنا قبل كده الدوائر الكلاسيكية بتاعتنا وعلى ما يبدو ان احنا اصبحنا كمان بنضيف اليها دوائر جديدة قد يكون من ابرزها دائرة شرق المتوسط مع تدشين المنتدى وصححني لو انا غلطان انا مجرد مجتهد فلست استاذا في العلوم السياسية ولا في حجم حضرتك وده اللي هيخليني هفتح يمكن الاول الكلام على الشكل العام للنجاحات السياسية والديبلوماسية المصرية في عشرين تلاتة وعشرين تحديدا وكأنه حصادا لهذا العام طبعا يعني بداية بشكر حضرتك على الاستضافة وتحياتي لكل من كانت له اياد بيضاء وراء هذا البرنامج المتميز في الحقيقة وتحياتي للمشاهدين الكرام يعني في الحقيقة السياسة الخارجية المصرية اخذت منذ عشر سنوات تقريبا تحدث نوع من التحولات النوعية وهذه التحولات اهمها زي ما حاك تفضلت وقلت هو اما اعادة احياء دوائر كانت يعني ضعيفة كانت يعني قد لفظت ربما انفاسها او على وشك ان تلفظ انفاسها الاخيرة وهنا اعني تحديدا الدائرة الافريقية التي كانت يعني في غرفة الانعاش لمدة لا تقل عن ربع قرن 30 عام صحيح هناك وجود مصري لكن ثم تفارق ما بين ان يكون هناك وجود مصري حتى لا يدافع البعض كما يدافعون احيانا نحن لم نغب عن افريقيا نحن كنا موجودون ثم تفارق ما بين ان نكون موجودون وما بين ان تكون مصر هي الدولة القائد الدولة الربان الدولة المحورية كما كنا سابقا القرار السياسي الافريقي كان في الخمسينيات والستينيات وربما حتى فترة من السبانيات يصنع هنا في القاهرة وكانت القاهرة هي قبلة وام وجبهة القرى الافريقي فبداية بدأ يعاد احياء الدائرة الافريقية واعتقد الان اننا موجودون بشدة وبقوة في صدارة الدائرة الافريقية ايضا بدأ واضحا اننا نقوم بتجشين كما تذكرت تفضلت حضرتك وتأسيس دوائر اخرى غير موجودة الدائرة المتوسطية كانت موجودة منذ القدم وربما رسالة الماجستير بتاعت اللي عملتها وانا معيد ادي كده انا معيد صغير ادي كده من 96 الى 98 بعنوان الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ده كان عنوانها يعني انجستها سنة 98 ولكن فكرة ان يكون لدينا دائرة في شرقي البحر المتوسط وهذه الدائرة مرتبطة بالامن الطاقوي المصري وهذه الدائرة انتبهت لها القيادة السياسية المصرية الحالية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الاولى وبدت خطوات الرئاسة المصرية وكأنه مهرولا وراء هذه الدائرة دائرة شرقي البحر المتوسط وضرورة ان يكون لمصر تأمين لما يسمى امن الطاقة او الامن الطاقة والمصري والتحرك السريع المصري جعل لمصر اليد العليا او اليد الطولة في هذه المسألة حتى قبل انشاء منتدى غاز شرقي البحر المتوسط ثم بعد ذلك وقطعنا الطريق على عدد من القوى الاقليمية يعني ربما لا داعي لذكرها بشكل مباشر لاننا الان اصبحنا ننفتح عليها بمسألة التطبيع واعادة العلاقات مرة اخرى نحن نصفر المشاكل معنا بالضبط احسن تفكرة تصفير المشاكل نحن من نصفر المشاكل ونحن من نتبنى بحق سياسة zero problems او تصفير المشكلات اعود مرة اخرى الى فكرة تأسيس دوائر في السياسة الخارجية المصرية وهنا تبدو الدائرة الاسيوية تاريخيا مصر كان لها حضور في القرى الاسيوية لكن لم يكن لها اطلاقا باستثناء الدائرة العربية يعني هنا اريد ان اقصي المنطقة العربية من الاسيوية عن بقية الصبت كده طول عمرنا عندنا دائرة عربية وتحركات الدبلوماسية المصرية في عام 23 في الدائرة العربية هي الاهم رقم واحد بالمناسبة تاليها الاوروبية تاليها الافريقية ثم الاسيوية ولكن اللافت للنظر هو ان مصر بدأت تؤسس دائرة اسيوية غير عربية بمعنى ان يكون لنا امتدادات في القرى الاسيوية وهذا امر طيب جدا محمود جدا على عدة اصعدة ليس فقط على صعيد السياسة واكتساب حلفاء جدد وان يكون لنا ظهير في تحالفات سياسية اسيوية مهمة جدا في علاقاتنا مع ملفات اخرى ولكن على الصعيد الاقتصادي على الصعيد التكنولوجي فضلا عن اصعدة اخرى مرتبطة بالامن القومي المصري في المنطقة العربية والافريقية والتي لها لبعض هذه الدول الاسيوية مصالح موجودة في هذه المنطقة اذا اول ما يلفت النظر في عام 23 ربما من نجاحات شديدة هو اما الاستمرار في احياء دوائر مهمة على رأسها الدائرة الافريقية وهنا مصر لا تريد مجرد احياء الدائرة الافريقية ولكن تريد العودة الى زعامة افريقية مستغلة الرصيد التاريخي المصري العظيم في القرى الافريقية مصر هي مؤسسة حركات التحرر الوطني وراعيتها مصر هي مؤسسة ما كان يسمى منظمة الوحدة الافريقية والتي اصبحت الاتحاد الافريقي لاحقا مصر هي التي كانت داعمة لكل حركات التحرر من الاستعمار مصر هي التي كانت تساند وبقوة حركات التحول الديمقراطي وانشاء الاحزاب في كثير من هذه الدول الخبرة المصرية في القرى الافريقية ليست خبرة عادية وبالتالي فكرة احياء الدائرة الافريقية ثم تأسيس دوائر عمل جديدة على رأسها دائرة شرقية البحر المتوسط والدائرة الاسيوية طيب يمكن كان لفت للنظر جدا بالنسبة لي في 23 ان مصر اكتهدت جدا فيه مش بس مسألة بقى تصفير مشكلتها مع دول اذا كانت خارج الاقليم او حتى بعيدا عن الاقليم اوبرسيز زي ما بيتقال لكن مصر اشتغلت على ايجاد علاقات جيدة ما بينها وما بين دول هذه الدول فيما بينها البعض ليست على وفاق بيكين وواشنطن في 23 مصر اصبحت متعددة القبلات بوضوح وتعلم جيدا من هو الشريك السياسي ومن هو الشريك الاقتصادي ومن هو الشريك العسكري وما الى ذلك فاصبح في عندي قبلة في بيكين وقبلة في واشنطن وقبلة في باريس وقبلة في برلين وقبلة في اليابان في توكيو وما اظنش ان العلاقات المصرية اليابانية كانت اجود مما هي في حالها الآن حجم العلاقات والشراكات والبروتوكولات اصبحت اكتر التساعة ابدا لم تكن سيئة لكنها كانت عادية ليست فاترة كانت عادية لكن هذه التعددية في القطبيات المصرية والحفاظ كل الحفاظ على انه نحن لسنا طرفا في خلافاتكم ده اللي انا عايز افهمه بعد الفاصل اهلا بيكم معنا مرة تانية وكل الترحيب بدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة وكنت بتسأل على تعدد القطبيات او تعدد القبلات او تعدد الحلفاء والشركاء بلش حتى كلمة الحلفاء الشركاء مع مصر ما بين موسكو بكين توكيو ده مثلا برلين باريس وواشنطن ولندن رايح جاي مع تصفير المشاكل مع القوى الاقليمية الكبرى السؤال ازاي استطاعت مصر ان تنسج كل هذه الشراكات وان تقنع الكل بانه انا لست طرفا في هذه الخلافات ومش هبقى طرف محدش يحاول يضغط عليه انا بفكر حضراتكم الاستاذ يوسف بدأ حديثه قائلا انه ليس استاذا في العلوم السياسية فكيف لو كان استاذا في العلوم السياسي لا لا ربني خليك يعني في حقيقة دي مسألة في جوهر وصلب النجاحات الدبلوماسية المصرية ولكن اسمح لي ليس فقط في عام عشرين تلاتة عشر هذه المسألة ربما بدأت مبكرا منذ التغيرات الثورية التي شهدتها مصر ثورة خمس عشرين يناير حداشر ثورة تلاتين يونيو تلاتاشر ثم استقرار واستتباب الوضع في مصر بعد 2014 اذا خلال العشر سنوات ربما اقل قليلا الفائتة عملت مصر على تغيير خطأ كنت اعتبر واحدا من الهنات الكبرى في السياسة الخارجية المصرية وهي سابقا انها كانت مرتمية في احضان واحدة فقط من القوى العظمى دون ان تكون علاقاتنا بهذه العظمى بدرجة علاقة التحالف الاستراتيجي او علاقة ما يسمى special relationship او علاقة خاصة يعني احنا كنا بنراهن على هذا القطب الكبير بين قسين اعني الولايات المتحدة الامريكية على حساب علاقاتنا مع اقطاب اخرى عالمية وفواعل اقليمية مهمة جدا 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 ما حدث بعد التغيرات الثورية وتحديدا خلال السبع تمن سنوات الاخيرة واستمر الحال بشكل واضح ولافت للنظر خلال العام الفائت 2023 هو ان مصر بدأت تفتح نوافذ جديدة في علاقاتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى في اقامة ما يسمى بالتحالفات السياسية مصر دولة ليست عظمة وليست دولة صغيرة مصر دولة متوسطة والدول المتوسطة لا امل لها في ان تحقق مصالحها القومية الا من خلال التحالفات مصر مستوعبة او استوعبت ومستوعبة الان هذا الدرس بشكل واضح جدا تقوم الان بعمل شراكات وعلاقات سياسية وجيو سياسية وجيو استراتيجية واقتصادية وثقافية ومتعددة الاطراف مع كل القوى الكبرى ليس فقط على صعيد صفقات السلاح ليس فقط على صعيد التعاون السياسي ليس فقط على صعيد الشراكات الاقتصادية والتبادل الاقتصادي وانما على كل الاصعدة مصر الان لها علاقات كما تفضلت حضرتك مع الولايات المتحدة الامريكية مع موسكو مع روسيا مع الصين مع اليابان داخل الاتحاد الاوروبي ليس لنا علاقات تقليدية كما كان في الماضي والانس الهند تظل التباييونات الهندية الصينية مثلا بالضبط كده بالضبط وفي اطار التنافس الهندي الصيني مصر حافظت ولا تزال على حالة عدم الالتباس يعني لا اكون مع الصين ولا اكون مع الهند هذه مسألة مهمة جدا بالضبط انا مع مصالحي وهذه مسألة مهمة جدا انا عايز في الحقيقة في اطار كلام حضرتك هنا عايز اأكد على انه منذ اللحظة الاولى لاندلاع الحرب الروسية الاوكرانية مصر اعلنت في كوب الفائت الذي عقد على الارض المصرية بصبت كده في نوفمبر 22 والذي عقد في شرم الشيخ اعلنت مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي انها على استعداد للتوسط في هذا المزاع او في هذا الصراع او في هذه الحرب وقالت بانها مستعدة ان تلعب دورا في هذه المسألة هذا نوع من انواع الدبلوماسية الجديدة وتأتي على لسان رئيس الدولة بين قسين دبلوماسية القمة وفكرة الوساطة هذه مسألة مهمة جدا واكدت وظلت على هذا التأكيد بانها لا تنحز الى اي طرف هذه مسألة مهمة جدا استمرارا لهذا النهج وبعد شهر واحد انا بأكد على انه الدبلوماسية المصرية تحافظ على هذا الخط الثابت من فتح قنوات مع كل القوة العالمية والاقليمية ليس فقط في عام 2020 بعدها بشهر واحد ديسمبر الفائت يعني من سنة تقريبا ديسمبر 2020 مصر اعلنت انها تريد ان تستضيف المفاوضات الخاصة بالمحادثات ما بين موسكو وواشنطن على الارض المصرية فيما يتعلق بمحادثات نيو ستارت او اتفاقية ستارت الجديدة الخاصة بخفض الاسلحة الاستراتيجية النووية هذه مسألة غير مسبوقة ان يتم استضافة هذه المحادثات في دولة غير الدولتين يعني العاصمة موسكور لروسيا او العاصمة وواشنطن الامريكية هذه مسألة غير مسبوقة صحيح لم تحدث بسبب تأجيلات كثيرة من الجانب الروسي ولكن الطرفان او الطرفين الروسي والامريكي اكد على انهم موافقين على استضافة القاهرة لهذه المسألة ما يعني بقناعة اولا بان هناك مكانة لدى كل من الولايات الانتحدة الامريكية وروسيا مصر لها مكانة لدى هتين الدولتين هذا واحد اتنين ان هناك ثقة من الجانب الروسي والجانب الامريكي بقدرة مصر على انجاح هذا الحدث واحد تنظيميا ولوجسيا اتنين وهو الاهم من وجهة نظري سياسيا مصر قادرة على ان تلعب هذا الدور في التوسط ما بين اكبر قوتين في العالم بدون مناقشة في مسألة امتلاك الرؤوس النووية كل دولة تمتلك ما يزيد على 9000 رأس النووي يعني بعيد تماما عن الصين عن الهند عن باكستان عن كوريا الشمالية عن اسرائيل عن كل الدول النووية الاخرى عن فرنسا عن المملكة المتحدة الى اخره وبالتالي يعني هذه مسألة لافتة للنظر انا اتذكر انه حصل لقاء ما بين خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وحصل ايضا مهاتفة او مكلامة هاتفية ما بينهم وبنص البيان الروسي مش المصري انه الرئيس بوتين بيقول اطلعت الرئيس السيسي على كافة تفاصيل المسألة المتعلقة باوكرانيا ده حصل في اللقاء ثم حصل نفس البيان يكاد يكون هو هو فيما حدث بعد مهاتفاتين تقريبا ما يعني ان مصر لها مكانة خاصة في هذا الاطار ولولا ربما لولا يعني حالة الحالة التي يمكن ان نقول بانها حالة التدخل الامريكي والغربي المحموم وربما الامريكي لان الغرب يريد ان يتدخل في الحرب الروسية الاوكرانية عند مرحلة معينة الغرب لا يريد اسقاط روسيا وهنا يعني الحرب الروسية الاوكرانية اظهرت التمايز في المصالح ما بين الولادة الامريكية والقوى الاوروبية ولكن يعني حالة التدخل الامريكي والمساندة الامريكية المحمومة للجانب الاوكراني لو لا ذلك لكان هناك استجابة من الجانبين الروسي والأوكراني إلى الصوت المصري بين قوسين الحكيم بفكرة أن يكون هناك توسط لإنهاء الحرب لوقت في الاقتتال للجلوس على مائدة التفاوض وهنا مصر يمكن أن تلعب دور إما التوفيق أو الوساطة تلعب دور الوساطة وأن توفق ما بين الأطراف إلى أن يتم وقف إطلاق النار مسألة أخرى مهمة جدا في هذا الإطار وهي الدور المصري في الحقيقة أو أن هناك كان هناك تفاهمات مصرية روسية ما بين وزير الخارجية المصري وما بين وزير الخارجية الروسية على أن تلعب روسيا قبل أن تندلع الحرب على أن تلعب روسيا دورا مهما في الوساطة ما بين مصر إثيوبيا السودان فيما يتعلق بالسد النهضة وأبدأ الجانب الروسي استعدادا كبيرا لهذه المسألة وكان هذا الموضوع سيحدث على الأقل نوع من أنواع التحول فيه يعني ربما سير المفاوضات على الأقل من الناحية السياسية لأنه كان معروف أن المفاوضات فيما تعلق بسد النهضة يعني الجانب الفني واضح أن المفاوضات منذ ربما عشر سنوات باعتراف الخارجية المصرية ووزارة الموارد المائية والرأي وأيضا باعتراف الرئاسة المصرية نهيك عن الأطراف نفسها في السودان أن هناك إخفاقات عديدة وأن المسار التفاوضي على الجانب الفني متعرج إذن يعني زي أقول كده زي ما أقوله للجماعة الخواجات عاجلا أو عاجلا كنا سنذهب إلى المسار السياسي كما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي منذ حوالي أسبوع بالزبط حينما تم إخفاق بالزبط كده إخفاق المفاوضات فنيا حينما تظهر أو نلجأ إلى الجانب السياسي الوجود الروسي في هذا الإطار كان سيكون مهما جدا ومساندة روسيا بالإضافة إلى الصين طبعا الصين ليس لها دور سياسي في هذا الإطار بالإضافة إلى أدوار أخرى طبعا مصر في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أنها فتحت أبواب ونوافذ مش عايزة أنسى في الحقيقة دور المصري في البريكس وإزاي هي استطاعت أو كيف نجحت في أن تدخل البريكس في إطار بريكس بلاس فايف يعني في الحقيقة هذا الأمر سيفتح لمصر نوافذ وآفاق عديدة على كل الأصعدة أقل لها الأصعدة السياسية والاقتصادية دكتور أنا سعيد سعادة الدنيا بأنك موجود معنا النهار وأتمنى أنه نتقابل قريب جدا وأظن عندما نتقابل قريبا سوف يكون قريبا جدا وهنتكلم على سياسات تصفير المشاكل والتقاربات والعلاقات والحاجات الحلوة اللي احنا مستنيينها فولن أفصح عن الحاجات الحلوة اللي احنا مستنيينها إلى حينها أقوله إن شاء الله دكتور محمد أنا مبسوط جدا وأشكرك وأتمنى أن احنا كنا نطول حابتين بس كريم رمزي لازم يدخل حالا فأنا أشكرك جدا يا دكتور كل الشكر دكتور محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة واللي جاملني وجبر بخطري بقبوله دعوتنا النهاردة وكمان جبر بخطري يعني بإنه قال لي كلمتين كده كويسين ربنا يخليك يا رب لا العفو يا فرد ربنا يخليك يا رب سواء يكون موجود مع حضراتكم كريم رمزي أما إحنا لو كلنا العمر خمشين لازم ده الأربع يبقى يوم السابت إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة وإيه كمان صح سلامات